أهلاً وسهلاً بحضراتكم عاملين إيه رب تكونوا بخير وفي صحة جيدة النهاردة أنا سعيد جداً وأنا أقدم لحضرتك حلقة فريدة من نوحها حلقة جديدة على موقع رائع جداً ومتميز تقدر تحقق من خلاله أرباح خيالية تتعدى الخمسمائة دولار الألف دولار تلات تلاف دولار على المدى المتوسط وإنت مرتاح بمبايلك باللاب توب هتشتغل من أي مكان في الدنيا ما فيش أي مشكلة الموقع بتسجل عليه بإميلك فقط عن طريق الجيميل أو عن طريق الإيميل الخاص بك سواء الياهو أو أي إيميل تاني تقدر أنت تسجل في دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة وتشتغل على الموقع موقع مجاني تماماً الشغل عليه سهل جداً من أسهل ما يكون هعرفك إيه هي طبيعة موقع ديفت وهذا الموقع الذي معنا نرد زيما حضرتك شايف معي موقع رائع جداً موقع قوي جداً بيستخدم رواض المجال التعليمي في الربح من خلاله سواء أي حد ينشئ كورس عاوز ينشئ مادة تعليمية يشرحها للطلبة يشرحها لأي حد في أي مكان في العالم ويربح من خلال الموضوع ده ده اللي أنا جاي يوصله لحضرتك النهاردة هل حضرتك لازم يكون عندك أي خبرة في المجال ده لا هل حضرتك لازم يكون ممتاح معاك أي أدوات معينة أو أي خبرات معينة لا كل طلبه من حضرتك بس هي حلقة النهاردة اللي أنا تشوفها من أولها لآخرها وتأكد أن الربح الأكيد هو أساس النجاح إن شاء الله بعد الحلقة دي ما تقلقشو خالص اتفرج بس معايا بكوباية الشي جميلة بتاعتك وهتفهم كل حاجة معايا بالتفصيل معاك أخوك مبارك ودي قناتكم فكرة تانية لكل ما يتعلق بالربح من الإنترنت قبل ما أبدأ في الشرح العملي والتطبيق العملي لازم أنوه إن فيهم سابقة إسبوعية قمتها 50 دولار هتقدم من خمس فائزين بكرة إن شاء الله الساعة 12 مساء بيتم الإعلان عن الفائزين في التليجرام الفيسبوك الواتساب تأكد إن أنت تكون متواجد معانا عليهم بسيب لك لينكاتهم في صندوق الوصف كمان سؤال المسابقة الإسبوعية اللي لازم تجاوب عليه في التعليقات التحت واللي بيقول بالمناسبة حضرتك إسمك إيه وبالتابعني منين يشرفني أعرف حضرتك بالتابعني من أي دولة بالزبط سيب لي في التعليقات تحت أشاهد تكون مؤهل الفوز هي دي كانت شروط المسابقة ببساطة إنك عملت لايك اشتركت في قناة فعالة زر الجرس وإنك جاوبت السؤال ده في التعليقات تحت لا أكتر ولا أقل تمام شباب طبعا أنا بسيب لك لينك الموقع أو أي مواقع نحن نشرح دائما زي ما إحنا متعودين في صندوق الوصف أي أول حاجة عاوز حضرتك تعملها إنك تدوس على كلمة teachers start here بعد كده بتظهر لك الصفحة دي كل اللي عليك إنك تعمل login بعد كده هتكلم أن أنت تنشئ حساب أو تسجل حساب عن طريق الجيميل بتاعك أو بأي إيميل خاص بحضرتك بدون أي مشكلة على الإطلاق طيب حضرتك أنشأت الحساب عملت تسجيل دخول اللي هي دي الصفحة اللي قدامك دلوقتي أول حاجة عندك ثلاث اختيارات أول اختيار عندك دوت هو اللي بيسمح لك إن أنت تحط أي موضوع أو أي حاجة حضرتك حوزها بشكل محدد عشان يفتد إنه يكتب لك عنها الكورس هنا نحن مش بنتكلم عن المقالات أو كتابة مقالات هنا حضرتك بتنشئ موضوع التعليمي أو كورس التعليمي تقدر أن أنت تربح من وراء يعني على سبيل المسال لو أنا هتكلم عن حاجة مثل الجهاز التنفسي وجد بعد كده في الجزئية الخاصة بالسن أو الفكر القابل أنه يفهم موضوع زي هذا فخليته مثلا بالشكل ده بعد كده قلت له أن أنا عاوزه باللغة الإنجليزية بدون أي مشكلة مع أن أنا كاتب هنا الموضوع باللغة العربية ولكن هو هيفهم أنه عاوز إيه بالظبط ويبدأ أنه ينشئ لي الكورس أو الموضوع الذي أنا عاوز أتكلم عنه وأبدأ أن أدوز جنرات رسورس بالشكل ده بص معي حضرتك على الجمال والحلاوة للموقع يعملها لأول حاجة إداني صور كتير جدا للموضوع زي ما أنت شايف أقدر أن أنا أختار ما بينهم للكورس الذي تعمل لي الخاص بس بجزئية بسيطة وهي الجهاز التنفسي لاحظ حضرتك كل ما أنا تربطه منه هو شرح الجهاز التنفسي واختارت جريد 2 أو جريد 3 أنه يعمل لي كورس على الأساس ولو حضرتك زودت في الجريد سيبدأ أنه يديك معلومات أقوى ومعلومات دقيقة أكتر ولكن هنا أنا أخاطر مثلا في الأطفال اللي في المدارس ولو حضرتك نزلت معي تحت تلقي أنه هنا كاتب الموضوع الخاص بالجهاز التنفسي لو نزلنا تحت شوية هتلاقيه من خاصلك الموضوع دوت في 3 نقاط رئيسية كمان ينفع أن أنت تعمل او التعديل وتبتدي أن أنت تزود في النقاط دي ينفع أن أنت تعمل أي حاجة حرفيا أنت عاوزها يعني بص معي كده لو أنحنا تلقنا حتى في الموضوع ينفع أن أنت تزود في الموضوع لو أنت عاوز من شاتجي بيتي أو من أي مكان أنت عاوزه تزود زي ما أنت عاوز الموقع هنا بيسمح لك أن أنت تعمل كل ما أنت عاوزه ولكن هو الداك الخلاصة الصحيحة والدقيقة للموضوع ده انزل معي تحت شوية كده هتلاقيه مديك كمان الكلمات الأساسية اللي كانت موجودة في الدرس دوت وإزاي أن هي بتعبر عن إيه أو بتتكلم عن إيه زي ما أنت شايف بأمثلة مش بس كتب لك المعنى أو التصنيف بتاعها لا بتديك كمان الكلمة دي جوه المثال زي ما أنت شايف معي الموضوع فعلا جامد جدا يا شباب لو نزلنا تحت كمان هتلاقيه أن هو ومدي أسئلة للدرس دوت multiple choice questions سؤال بأربع اختيارات للاختيار الإجابة الصحيحة ينفع أن أنت كمان تضيف أسئلة أنت عاوزها لو عملت show answers هتلاقي الإجابات بتظهر الإجابة الصحيحة بتظهر لك لو نزلنا تحت كمان هتلاقي فيه أسئلة مفتوحة أو الأسئلة اللي هي محتاجة إجابات من اللي زاكر الدرس لو نزلنا تحت هنلاقي بقى إلا المفتوحة اللي بيبتدي المدرس يشرحها بعد نهاية الدرس بقى قدامك موضوع كامل متكامل بالأسئلة بتاعته بكل تفاصيله الجميل كمان في الموضوع بتاع الموقع دوت اللي أنت كمان ينفع أن أنت تعمل من قلب الموضوع اللي أنت كتبته أو الموضوع اللي هو اتحضر لك من موقع دفت أن أنت تطلع اكتيفتي أو أنشطة للدرس دوت تقدر أن أنت تقدمها للأطفال لو نزلت في الآخر كده بتلاقي حاجة اسمها Get Student Activities لو دوسنا عليها بالشكل ده هيبتدي أن هو يجيب لك أنشطة تعليمية للدرس اللي أنت أنشأته بص معي هتلاقي كمية Activities أو كمية أنشطة تقدر أن أنت تختار منها كتيرة جدا جدا تقدر أن أنت كل النشاط هتختاره من هنا هيتطبق عليه الدرس أو الفكرة أو الموضوع اللي أنت اشتغلت عليه فعلى أسابلين المثال دلوقتي أنا هشوف إيه الأكتيفتي أو النشاط اللي أنا عاوز أطبق عليه الدرس وبتدي أن أنا أختاره فقالينا نختار مثلا النشاط زي دوت بعد كده هقول له Get Activity بعد أما خلصت Get Activity بيقول لك التعاوز تحصل على النشاط ده إزاي فأنا هقول له أنا عاوزه كBDF بدون أي مشكلة بص كده صديقي لاحظ معي نزل لنا النشاط الخاص بالدرس بتاعنا بالتعليمات لأي حد بفكر أنه هو يذكر الدرس ده أو النشاط ده هيلقي أنه هو فيه تعليمات إزاي أنه هو يشتغل على النشاط ده بكل التفاصيل بتاعته ونزلنا تحت هنلاقي النشاط أهو بتاع الجهاز التنفسي مكتوب لو نزلنا تحت هتلاقيه مدي حاجات كتير قوي وأنشطة تطبع عليها على الدرس ده أو الكورس ده بشكل كويس جدا ومحترى بص معي آدي أهو بالجهاز التنفسي بالنشاط بكل حاجة مكتوبة بكل التفاصيل اللي أنت ممكن تتخيلها الموضوع جامد جدا الموضوع احترافي جدا طبعا نزلنا النشاط ولكن لسه ما نزلناش الكورس الأساسي اللي على أساسه نزلنا به النشاط فخلونا كمان ننزل دلوقتي الكورس أو الدرس اللي احنا عملناه قبل بس أنزل مع حضراتكم الكورس اللي احنا عملناه أو الدرس اللي احنا عملناه الخاص بالجهاز التنفسي أنت ممكن تعمل حاجة حلوة قوي أنت تخلي شرح الدرس والملخص بالتعالي الدرس كمال باللغة العربية وبعد كده تبقى الأسئلة وكل حاجة خاصة بتطبيقات الدرس باللغة الإنجليزية تعمل حاجة زي كده زي كده بتدوس على كلمة ترانسليت بالشكل ده هتسيب بس المقدمة أو شرح الدرس نفسه والملخص متعلمين عليها وترغي باقي الحاجة أنا مش عاوز الأسئلة أو الأنشطة بتاعت الدرس تبقى باللغة العربية أنا عاوز بس الشرح نفسه والملخص بتاعته يبقى باللغة العربية فهختار من هنا مثلا لغة الأرابيك خلينا ننزل نختار أرابيك بعد كده هقول له ترانسليت لاحظ معي قلتلك الموقع ده كنزي كنزة حرفيا تقدر من خلال الكورسات ودروس اللي انت بتنجيه عليه تحقق أرباح مجنونة فعلا لو اشتغلت عنه واستمرت عنه لاحظ يا صديقي معي الجمال والحلاوة بص خلي الدرس مشروح باللغة العربية تقدر انت تعمل كل اللغات اللي انت عاوزها زي ما انتفقنا السمري حتى أو التنخيص بقى برضو باللغة العربية عاوز أقولك إن لو في حد من اللي حضراتكم بيتفرج عليه دلوقتي مدرس أو يعرف حد مدرس الموقع ده كنز من الكنوز اللي على الانترنت بص معي الاسئلة كلها زي ما هي بالتفاصيل بالانشطة كلها بالانجليزية ولكن شرح الدرس نفسه اللي عاوز يشرح للطلبة بلغة العربية أو بأي لغة تانية موجودة مفيش فيها أي مشكلة يبقى انت عملت حاجة زي كده ازاي دوست على كلمة ترانسليت سبت بس الشرح والملخص هو زي ما هو خليتهم بس بالعربي والباقي كله بالانجليزيات فأنا هتخلي كله تاني مونا أخرى بالانجليزية عالي جدا بعد كده رمحتاج ان انا الازل الكورس بتاعي أو الدرس بتاعي بعمل ايه بادوس على كلمة print بالشكل دوت بعد ما بادوس على كلمة print هتعلم على كل الاختيارات دي زي ما هي طبعا انت هتعمله save as pdf بدون اي مشكلة على الاطلاق بعد كده هتقول له get activity طبعا هو ظاهر معك save as pdf وممكن ان انت تعمله print على طول لو انت عندك مكان اتباع وعاوز ان انت كمدرس تستفيد من الموضوع ده لا يوجد اي مشكلة ولكن انا عاوز تنزله كpdf عشان هوريك دلوقتي ازاي حالا تقدر تربح من ولا الموضوع ده ارقام فلكية فانا هخليها save as pdf بدون اي مشكلة واقول له save بعد كده هنزلها على الجهاز عندي بالشكل ده بشكل مجاني تماما بص معي يا صديقي انا كده نزلت خلاص الكورس بتاعي او الدرس بتاعي بشكل احترافي زي ما انت شايف فيه صور بتشرح الجهاز التنقصي بعد كده الدرس نفسه مشروح بعد كده ملخص للدرس بعد كده اسئلة الدرس او الكلمات الدلة الاساسية اللي موجودة في الدرس يعني بعد كده الاسئلة نفسها والاسئلة القصيرة والاسئلة المفتوحة طيب مبارك دلوقتي الدرس موجود بكل التفاصيل ده بس انا كنت عاوز الاجوبة تكون موجودة لو حضرتك رجعت كده كنت ممكن ان انت تعمل ايه ان انت تعمل show answers انا بتدوس هنا show answers وتعمل تاني print وتنزله مرة اخرى انا نزلت الفاني ده وسميته answers بس معي كده هتلاقي الدرس نزل معي المراضي ولكن اجوبة الاسئلة موجودة هوق الانسر ظهر معي في كل سؤال من الاسئلة دي بدون اي مشكلة على الاطلاق نائز دلوقتي ان احنا ندمج الدروس دي ادي الدرس الاول وبعد كده هدمج الانشطة بعد هدمج ملف الاسئلة كل دوت فيه ملف واحد مع بعض تعال نعمل الخطوة دي وبعد كده هنشوف مع بعض ازاي بنربح من الموضوع ده حضرتك بتكتب في جوجل سيرش ميرج بي دي اف هتلاقي اول موقع وهتلاقي مواقع تانية كثيرة بتعمل الموضوع ده وهي دمج ملف البي دي اف مع بعض الفايل الاولاني الفايل التاني وهكذا طبعا انا عندي هنا الفايل الاول اللي هو المحتوى بتاع الكورس او محتوى الدرس نفسه بعد كده هنا الاجوبة بتاعت الاسئلة اللي جوه الدرس دوت بعد كده الاكتيفتي او النشاط اللي انا نزلته وليه علاقة خاص بالدرس ده او الكورس اللي انا عملت بقى من غير حتى ما تسجل على الموقع اهو ده ونزله عندي على الجهاز بص معي صديقي دلوقتي خلاص انا سميت حتى الفايل الجهاز التنفسي كورسي كامل 2024 اهو لو فتحت بالشكل ده هتلاقي الفايل كبر معنا بكل التفاصيل ادي الدرس بالتلخيص بتاع وبالتفاصيل بتاعته بعد كده عندنا الاجوبة يعني احنا دلوقتي كنا عاملين answers يعني هو الاول كان الدرس من غير الاجوبة بعد كده ملف الاجوبة بعد كده النشاط بتاع الدرس زي ما انت شايف معي او الكوز بتاع الدرس يتعامل معنا بشكل احترافي جدا لدينا درس او كورس كامل متكامل ممكن انت تعمل كورس عن الفوتو شوب طريقتين دلوقتي للربح من الموضوع ده انت عملت كورس عملت الدرس بتاعك عاو تربح من خلاله هديك طريقتين دلوقتي حالا اول طريقة هي موقع payhip والموقع ده قوي جدا رائع جدا في مجال انت لو بتجهز كورس عاو تربح من خلاله عندك digital product او منتج راقمي تقدر انت تربح من خلاله بتشوف قدامك التفاصيل دي زي ما انت شايف طبعا التسجيل عنه من اسهل ما يكون وانا شرحت قبل كل اللي عليك انت ادوس add product بالشكل بعد اختار digital product بعد هتبتل انت ترفع ملف ال BDF المجمع في الدرس كامل متكامل او الكورس بتاع حضرتك فان اقول ابرو product file بالشكل بعد هارفع الجهاز التنفسي او انت هتطلب title او عنوان بالانجليزية انا ممكن اسميه بالانجليزية بدل الجهاز التنفسي هتطلب الاسم الانجليزي اهو inspiratory system واقول done انا اريد الفائد او ارفعه تمام جدا هتطلب انه ارفع معك هنا هحط نفس العنوان بالشكل ده ممكن ان انا اعمل الشرطة بكتب هنا كده course تمام هنا الكيمة بتاعت الكورس بتاعي او الملف التعليمي بتاعي فانا هخليها مثلا 3 دولار انا مش عاوز اتبقى 5 دولار هنا cover او صورة بتاعت الكورس بتاعك وانت تاخدها من قلب ال pdf او انت تتعمل حاجة احترافية بنفسك دي حاجة رجعلك ولكن التنفسي وهو ده الكورس او درس اللي انا بشرح واتكلم عليه كمان هنا الوصف المختصر الخاص بالجهاز التنفسي كمان هتوضح ان الملف بتاعك مدعوم باسئلة واجوبة مدعوم بنشاط للطلبة اللي بتذكر الدرس ده عشان تقدر ان تطبق عليه وتبتدي ان تستوعب بشكل جيد فالجزئية دي مهمة جدا جدا فزي ما حدوك شايف انا هنا حطيت في الدرس بتاع الدرس بتاعي لو حدوك فتحت الدرس بتاعك هتلاقي فيه السامري زي ما اتفق انا حطيت له بس في الوصف السامري بتاع الدرس جميل جدا فانا هنا امتكاتب كمان نوت ان الكورس يحتوي بداخله الاسئلة والاجوبة كمان فيه اكتيفتيز او انشطة خاصة بالدرس الجزئية دي مهمة جدا جدا والتفاصيل دي مهمة جدا جدا عشان اي حد بيشوف الكورس بتاعك على موقع بيهب يبتدي ان هو يفهم هو محتوى ايه بالظبط حضرتك بتخلص بمنطقة البساطة بتقول add product جميل جدا اضاف الكورس بتاع على موقع بيهب لو انا عملت الشو ماي برودكت بيتج بالشكل ده زي ما احترالك شايف بيظهر الكوفر بتاع الكورس بتاعك بيظهر العنوان بتاع الكورس بتاعك بتظهر كمان التفاصيل اللي انت حطيتها في الكورس بتاعك وسعر الكورس هو 3 دولار بيقدر العميل ان هو يشتري باي طريقة مناسبة لي من خلال الموقع بيهب بدون اي مشكلة على الاطلاق طب يا مبارك حلو جدا وخلاص عرفنا ان احنا رفعنا الكورس وحطينا السعر بتاعنا وكل كل 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 ازاي بنحقق المبيعات هقول لك ازاي بتحقق المبيعات ولكن خليك معي الاول خلينا نشوف مع بعد ازاي بتسحب أرباحك من الموقع ده بعد هنروح على الموقع الثاني اللي تقدر من خلال الربح عن طريق الكورس اللي انت انشأته وهنشوف في الاخر ازاي اصلا بيجي الناس تشتري منك الكورس بمنتهى البساطة اللي في الدنيا فانت دلوقتي عاوز تسحب أرباحك من الموقع بيهب لما بتحقق أرباح بتايم ايه بمنتهى البساطة حضرتك بتدوس على الاخوانت او البروفيل بتاعك بعد كده بتدوس على الاعدادات بعد كده بتروح على بيهب تلاقي انت عندك البيبل وعند الاسترايب طبعا استخدم البيبل لا مشكلة لو متاح بالنسبة لك اربط حساب البيبل لو البيبل مش متاح في دولتك او مش متاح بالنسبة لك استخدام البيبل اصبر معين لنهاية الحلقة هوريك موقع بيسمح لك انت تسحب ارباحك حتى لو البيبل مش متاح بالنسبة لك ولكن دلوقتي خلونا نروح مع بعض برضو على الموقع التاني اللي هيساعدك تحقق ارباح بمنتاز سهولة اللي في الدنيا الموقع اللي معنا دلوقتي موقع قوي جدا يساعدك انت تحقق ارباح في رمشة عين باي طريقة تسحب انت خلينا ابدأ معك كده ان في طرق سحب كتير جدا بابل باير باينانس بايسيرا بيرفكت ماني في فودا فون كاش اتصالات كاش اورانج كاش بيتكوين بص اتصالات كاش اورانج كاش فودا كاش الميزة كمان انت اي فلوس هتعملها على الموقع بيتكوين ادفانس كاش وكلهم بتقدر تسحب من اول واحد دولار معادة البيتكوين والإثريام خمسين دولار ميت دولار كاش ومن اول عشر دولار لكن حرفيا كل الطرق التانية تقدر تسحب من اول واحد دولار طب يا مبارك كل اللي احنا عاوزين نعمله هنا ايه انت هترفع بس الكورس بتاعك هنا وعلى كل 1000 تنزيل للكورس ده هنا الكورس بقى بشكل مجاني على عكس بيهب هنا كنا مديني انه كيما سعرية لا احنا هنا بنخلي الكورس بتاعنا بنرفعه بنقدمه للجمهور او للناس بشكل مجاني وعلى كل 1000 تنزيل للكورس ده حضرتك بتاخد 7 دولار طبعا هتيجي تقول لي طبعا التنزيلات عرفيا طول الوقت للموضوع ده موجود طيب هتجي برضو الطلبة او لياء الامور عشان ياخد الملفات ده انت هتشوف معي سواء الموقع ميجا فول او موقع بيهب هتشوف كل دوت معي بالتفصيل ولكن اول حاجة حضرتك هتعمل على الموقع ده انك ترفع الكورس بتاعك كل اللي اقول له ابلود سيبتدي انه يرفع معي الملف او الكورس التعليمي بتاعي بعد كده بتلاقي انه ادعك عنوان الملف بتاعك بشكل ده لو دست تعليق هتجهز لك لينك يبقى انت هنا عندك اللينك الذي تقدر تجزيب الناس او الجمهور انها تشتري الكورس خصوصا ان هنا بالنسبة ميجا الناس حول العالم بتستهدفها بتدور عليها خصوصا ان انت مقدم الكورس بتاعك فيه انشطة فيه اسئلة وفيه اجوبة يعني كأنك عامل درس كامل متكامل بدون ولا غلطة وبشكل احترافي بدون اي خبرة او مجهود انت عملت حاجات زي كده في خمس دقائق ويمكن اقل على موقع موقع لو انت معي لحد هذه اللحظة اتمنى ما تكون بخالت علي بعمل لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكل جديد اول باول كمان ما تنساش انك تكون جاوبت على المسابقة الاسبوعية التي طرحناها في مقدمة الحلقة مهم جدا جدا لو حضرتك حابب انت تشترك فيها ده شيء يشرفني ويساعدني واللي بالمناسبة كان كل اللي انا طلبت فيها هو ان حضرتك تذكر في التعليقات تحت اسمك وبلدك اللي بتتبعني من خلالها انا بالنسبالي بستخدم موقع بانترست لان موقع بانترست بالنسبالي هو ترافيك مجاني رائع جدا بدون اي مشكلة على الاطلاق كل اللي انت بتعمله ان انت بس بتروج للشغل بتاعك عليه وبتحط لينك الكورس بتاعك عليه والناس بتبتل انها تروح بشكل مجاني سواء انها تشتري من بيهب او انها تنزله بشكل مجاني من موقع ميجا في الابلود في كلا الحالتين انت بتتذب او بتجيب ترافيك مجاني ياخد منك الكورس ده وفي المقابل حضرتك بتحق اربع الزكاء هنا والتركية هنا ان حضرتك تستمر في انشاء عدد كبير جدا من الكورسات والمواد التعليمية وتبتدي ان انت توفرها على موقع بنترست هنا مش بس اولياء الامور هم اللي هيدور على حاجة زي كده ده كمان المدرسين والمعلمين اللي بيحتاجوها في الشرح لطلبهم هيدتدي ان هم يتدور وينزلوا الشغل بتاع حضرتك مش بس كده ممكن ان حضرتك كمان تعمل صفحة على الفيسبوك او صفحات رئيسية على السوشيال ميديا بتنشر فيها الكورسات ديت وتحط فيها اللينكات بتاع حضرتك سواء ميجا في ابلود او حتى بيهب ميجا ابلود اللي هينزل الكورس ده بشكل مجاني يا جماعة تقدر تحصل عليه وعلى كل الف تنزيل انت بتاخد 7 دولار او ان انت تحط اللينك بيهب على صفحة الفيسبوك بتاعك لكل كورس انت بتحط كمنشور وهيفيد ان هو يدفع فيه 3 دولار 2 دولار زي ما انت بتقيم سعر الكورس بتاع حضرتك اتمنى الافكار تكون واضحة وسهلة بالنسبة لك مفيش فيها اي مشكلة طيب اتت جميل كده لشباباني هنا حطيت عنوان الكورس بتاعي اللي هو الخاص بالجهاز التنافسي حطيت نفس الوصف وتحت النوت الكورس يحتوي على اسئلة واجوبة وانشطة تعليمية للاطفال بعد انزلت تحت هنا اللينك حضرتك منشورين للكورس بتاعك او المادة التعليمية التي انشأتها اللينك سيكون مرة الخاص بميجا على كل 1000 تنزيل انت هتاخد 7 دولار يا اما حضرتك هتروح على بيهب وتبتل انت تاخد لينك الكورس بتاعك شير لو دوسنا الكلمة شير هتاخد اللينك بتاعك بالشكل دو اهو وتحط هنا ولكن هنا في الحالة دي انت خليت هنا الكورس بتاعك على بنت الرست اللي هيحصل عليه لازم يدفع قيمة عشان يحصل عليه من بيهب يا انت هتعمل منشورين مرة منشور مجاني ومرة منشور بقيمة مادية عشان تضمن حصولك على الارباح باي طريقة من الطريقتين حسب ما يفضله جمهور بنت الرست او الناس اللي موجودة على بنت الرست وان عاوز اقول لكم ان بنت الرست يحتوي على اكتر من 2 مليار و2 و20 مليون زائر شهريا فبالتالي نسبة ان انت تحقق ارباح من الاستراتيجية دي فعالة واكيدة بنسبة 100% ولكن عاوز استمرارية طبعا مش معقول ان انت هتعمل كورسي 2 مادتين 3 وتقول ان انت هتحقق ارباح لا الموضوع عاوز شهر شغل حرفيا شهر شغل انت شغال بتطبق النفس الاستراتيجية ان انا بقولها لحضرتك دلوقتي طيب هلنزل بتحت كده بتنشئ بورد بتبقى بورد التعلمية ممكن انت تخليها مثلا انها علاقة بالإديوكيشن بالشكل ده 2024 وقال له create دي حاجة تعلمية لك بعد كده طبعا بتحط كلمات مفتاحية لها علاقة بالكورس بتاعك انت التعامل موضوع عن ايه فزي ما حضرتك شايف انا حطت كلها كلمات مفتاحية لها علاقة بالجهاز التنفسي وصوحة الجهاز التنفسي وحطت كلمة مفتاحية اسمها من كورس او كورس رئيسي بعد اما انا خلصت الكلام ده كل وكل انا ادوس publish الشكل ده بعد كده لو عملنا view او اظهار للمنشور بتاعنا هنشوف دلوقتي يظهر ازاي جميل جدا هدوس على كلمة view هيظهر لنا المنشور بتاعنا بالشكل الجميل اللي حضرتك شايف طبعا ده كورس انا كاتب عنوان وكورس التفاصيل بتاعتنا او الوصف كل حاجة موجودة فيها الصورة بتاعت الكورس موجودة اللينك بتاع الكورس موجود اي حد هيدوس عليها يبتدي ان هو يوصل للكورس ويبتدي ان هو يشتري لو انا حطيت لينك البيهب زي ما هو ظاهر كده لو حطيت لينك ميجافور ابلود هيبتدي ان هو ينزله بشكل مجاني تماما ولكن لو هتحط لينك ميجافور ابلود تأكد برضو ان انت بين كوسين هنا تكتب free download load عشان يشوف البوست يعرف انه سيحصل على الكورس او المادة التعليمية او الموضوع بشكل مجاني وعلى كل الف تنزيل من ميجافور upload انت بتاخد 7 دولار وعلى اي بقى شراء من موقع بيهب انت بتاخد 3 دولار 2 دولار زي ما انت تحط الكيمة اللي انت عاوز اتمنى تكون الفكرة وصلت اتمنى الموضوع كانت سهل وبسيط بالنسبة الموقع upload عشان تسجل طريقة السحب انت تختار اي طريقة سحب انت اختار اي طريقة سحب اختار رقم محفظ بيير الخاص بحضرتك اختار رقم بودافون كاش اضع رقم بودافون كاش او حفظ الاعدادات بالشكل ده مجرد الاعدادات تسيفت معك تقدر انت تروح وتعمل request من فوق وتقدر انت تسحب ارباحك بدون اي مشكلة على الاطلاق اما بالنسبة البيهي الاب فالالرباح تتحول لك بشكل اوتوماتي كل نص شهر من شهر التالي ولكن اذا تسحب ارباحك من على البيبل وهو مش متفاعل عليك وريك موقع سريعا بيساعدك في الموضوع هتروح الى موقع اسمه sbd exchanger ابحث عليه في جوجل او الموقع متخصص انه يسحب ارباحك من على اي محفظة اخرى انت عاوز تحول ها كل طرق السحب هنا او كل طرق التحويلات موجودة لكل انواع المحافظ والبنوك ولكن بالنسبة البيبل تحديدا بتبتدي ان انت يحتاج حساب بيبل سيبتدي ان هم يتدوج حساب البيبل بتاعهم الارباح ستتحول لهم هم بشكل اوتوماتيك سيقول لك ايه ات عاوز تسحب ارباحك على ايه مثلا باير او فودافون كاش بتبتدي لهم راقب الفودافون كاش بتاعك او راقب محفظة البيبل بتاع حضرتك وفي خلال 24 ساعة الارباح بتتحول في حسابك بدون اي مشكلة على الاطلاق والموضوع دوت انا مجربه بنفسي وناجح جدا والناس دي ذات المصدقية والناس محترمة جدا جدا كل اللي انت بتعمله ان انت لما بتاخد ايمين البيبل بتاعهم بتروح هنا وتحط مكان يعني بتربطه كحساب بيبل او كحسابك انت اللي موجود في موقع بيهب يعني بتروح كده على settings بعد ما خدت حساب البيبل بتاعهم وتروح هنا تعمل لنك بيبل account بحساب هما اللي بيدوه لك ومجرد ما هو تم الرفض بيبتدي انه هو يتم تحويل ارباح اللي انت حتى بشكل automatic ليهم ويبتدي ان انت بعد كده تسحب ارباح على المحفظة بتاعتك بدون اي مشكلة على الاطلاق تمام شباب كده خلصت مع حضراتكم حلقة النهاردة ايراب تكون نالت على اعجاب حضراتكم الموضوع فعلا قوي جدا الموضوع سهلي جدا وممتاز وفعلا فعلا مربح لو استمريت عليه ما منفع ان انت تعمل حاجة حاجتين 13 10 دروس 10 قرصات وتقول ان انت تربح اللي بيساموه الباسف القم ان حضرتك بتشتغل بتتعب على نفسك في البداية بعد كده الارباح بتبتدي انها تستمر في الدخول لحساباتك سواء عن طريق ميجا في الابلود او عن طريق بيهيب انت نايم في بيتك خلاص اشتغلت تعيب عملت 1000 كورس عملت 2000 كورس خلاص على مدى الحياة الحاجات بتبتدي انها تجيب لك ارباح خصوصا ان انت بتتكلم على مواد تعليمية موجودة في كل المدالس موجودة في كل الجامعات هتعمل كورسات فوتوشوب الناس كلها بتحتاجها بيت متوفرة بشكل دائم على الانترنت اي حد بيحتاجها انت بتربح من وراء الموضوع ده قوي جدا وسهل جدا الموقع دفت كان فيه كزا خاصية تانية ان انت تاخد مثلا اي لنك ارتيكل او اي لنك فيديو على يوتيوب هيبتد ان هو يحوله لك الكورس بدي اف تقدر ان انت تستفيد منه برضو مش لازم ان انت تتعب في افكار ممكن تجيب حاجات ترند حاجات قوية تحط لنك بتاعها هنا طبعا الموضوع ده كان ممكن يحتاج فيديوهات او حلقات تانية لو انت محتاج حلقة خاصة بالموضوع ده سيبلي في التعليقات ممكن ان انت كمان تجيب اي تيكست او اي حاجة مكتوبة تتحول لك لكورس كل الكلام ده موجودة في موقع ديفت موقع قوي جدا ومتميز الصراحة في المجال بتاعه بشكر حضراتكم شكرا جزيلا اتمنى انتو تكونوا استفدتوا اتمنى تكونوا ببخلتوش علي بعمل لايك اللايك مهم جدا وبيدعمني شكرا جدا موضوع تانية كان معاكم اخوكم مبارك وديه قناتكم فكرة تانية لكل ما يتعلق بالربح من الانترنت